تكرار الانتهاكات الإسرائيلية للقدس الشريف، خاصة على مصر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، شكلت أولى اهتمامات الرأي العام العربي لما لها من آثار على مشاعر المسلمين في ظل صمت الموقف الرسمي العربي التي اعتبرها الرأي العام الوطني بالمخذلة. الحملة الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية بفلسطين المحتلة أخذت حيزاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام الوطني الذي تباينت أرواه بين المنتقد لموقف الحكومات العربية الـ 22 التي لم تتعدى التندد والاستنكار. نحن متعودين على مثل هذه الانتهاكات ليس بالأمر الجديد حتى لو تاريخياً لو تتبعنا ما صار الأمة الإسلامية والوطن العربي من فترة نهاية الأربعينيات من يوم النكبة ومن أحداث النكبة الفلسطينية وبعدها وهزيمة حزيران في الـ 67 وبعدها من العهود والاتفاقيات المعروف تاريخياً أن اليهود لا يلتزمون بمبادئ الاتفاقيات الدولية. الموقف العربي على مستوى الشعوب يعني ما فرغ منه يعني الشعوب كلها متألمة ومتحسرة على ما قال إليه الوضع في فلسطين لكن هناك فجوة هناك هوة عميقة بين رغبة الشعوب وبين طبعاً تدخل الحكومات والسلطات على مستوى الوطن العربي. شوفوا الأخوة الفلسطينيين يعني والانتهاكات اليومية للمسجد الأقصى والسورة الجنود الإسرائيليين يدنسوا للمسجد الأقصى والانتهاكات للمسجد الأقصى هذا يقطع علينا كثير. ضد هذه الانتهاكات وضد هذا العنف اللي صاري عند إخواننا في فلسطين ونظر حتى يعني الشعب الجزيلي الموقف دياله من القديم واضح. ولم يكتفي الرأي العام بهذا بل دعا إلى وقفة شعبية وطنية وعربية لنصرة الأقصى. النخب كما عنده الفئة النخبوية فيما يخص طالبات الجامعات وأساديت الجامعات ورأساء الأحزاب. رأهم متخلين عن هذه القضية. رأهم وما القضية دي ما مستمعين بها قاعدة. فما بالك بعامة الشعب وعامة الشعب هادهما ما يقدوش يخرجوا وحدهم حتى يكون يوجههم وتوجه هذا من يكون يكون من طبقة نخبوية. وقع الشعب الجزيلي يخرج في تظاهرة وتكون إن شاء الله تظاهرة فعالة بش ننصر أخواننا في فلسطين خاصة المجزي الأقصى وهو أقصى. الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات العربية والإسلامية بفلسطين المحتلة متواصلة في ظل اكتفاء العالم الدولي بموقف متفرج. واقتصار مواقف الحكومات العربية على مجرد استداء دورات طارئة لمنظماتها لتخرج ببيان تنديدي واستنكاري ليس إلا كما جرت عليه العادة. موسيقى